طب كابتن عسام هل كانть فارقة معاك انه ينسب ليك شيء ولا كان فارقة معاك إنه نجاح التحكيم المصري أو منظومة التحكيم المصري لا ، فارقة معها نجاح التحكيم المصري بس أنا لاي engage اخش في تجربة أنا من المبدأ رفيتها ايه الم��دأ يعني؟ ايه المبدأ الي أنت رفضه بص أنا مش اخش في حاجات الناس تفتكرني إن أنا بهجي من راجل في العكس أنا بسمحنا لو التوفيق لأني لو تحكيم المصري صح وبتمنى الناس اللي هتشتغل معاها تبزل أكثر جهة أن يحققوا نجاحاتهم حراج دلوقتي خارج المنظومة فقلنا إيه اللي نقلق منه واللي نتطمله السؤال إحنا جايبين الراجل ده عشان تطوير ولا جايبينه شوء إعلامي نقول إحنا جيبناه خبير أجنبي وخلاص ونفكت الناس والأهل والزمالك والكسة دي هو ده الهدف جايبينه عشان تطوير طيب ده سؤال طيب لما نيجي نجيب تطوير هل هو الأفضل اللي يجي مصر ولا في ناس تانية نسأل أهل الذكر عشان نشوف مين الأفضل مين الأفضل اللي يجي عشان نستفيد منه ده السؤال طيب لعما نعاقل ده السؤال أنا ما ممكن أطرحه وحركة يتجاوبني يعني أنت شايف أنه كلاتنبرج كلاتنبرج كان فيه أفضل منه ممكن يجي مصر ده من وجهة نظري أنا بتكلم كخبير في الفيف تمام ده من وجهة نظري أن كان ممكن لو حد سألني اللي كان مسؤول عن هذا الملف سألني مين اللي يجي كنت أقول لهم مين يجي أرسل لهم أكتر من واحد بسي في محترم ويسألوا عنهم ويعرفوا أنت فهيني مش أنا مثلا كالتنبرج صديق أو صاحب أجيب أو أو لا 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 الكثة ما تبقاش كده لازم يبقى نسأل عنه على فكرة البعض بقول لك ده كان حكم كبير آه كان حكم كويس بس مرحش كسل عالم بس هو كان حكم كويس بس مش شرط أنه يكون مسؤول كويس مش شرط يكون محاضر كويس ومش شرط يكون راح كسل عالم يبقى إداري كويس إنه يرقص ما أنا معاك بس الإداري كويس لازم يكون عنده مقومات يا يا كريم لازم على الأقل عشان أجيب خبيل لازم على الأقل يكون محاضر في الفيفا على الأقل يكون محاضر في الفيفا وعنده تجارب نكحة وتجارب مختلفة في أكثر من مكان تكون نكحة أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا المبدأ ولكن أتمنى له التوفيق وهذه تجربة سيأخذها الناس ستساعدوا مصريين اتحاد الكورة لكن أنا المبدأ نفسه لفظه